هل تسقط واشنطن الرئيسة الإيرانية المنتخب إبراهيم رئيسي بالضربة القاضية أم تكتفي بهجمات تأديبية فقط؟ رئيسي الذي يمثل أمل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضبط إيقاع الفصائل الموالية لإيران في العراق واليمن وسوريا بات يواجه خطر الهجمات السبرانية وما رافقها من إعلان قرصانة أكثر من 35 موقع إلكترونيا لمؤسسات إعلامية ترتبط بأنشطة إيران التضليلية وتتعرض إيران منذ الأمس لهجمات سبرانية متواصلة فيما تزعم وسائل الإعلام مختلفة أنه تمت قرصانة ملفات مهمة تخص الأمن القومي الإيراني إضافة إلى توقف رادارات التشغيل الذاتي في بعض مطارات إيران وبالرغم من أن تغيير الرؤساء في إيران وبغض النظر عن أوزانهم السياسية والدينية لن يكون له أي تأثير في الداخل العراقي كون السياسة الخارجية وخاصة ملف الفصائل المسلحة تدار بشكل مباشر من قبل مكتب المرشد خامنئي إلا أن صعود رئيسي وما حدث خلال الساعة الماضية ستدفع إلى جملة متغيرات على مستوى النزاع الدائر بين طهران وواشنطن وانعكاسه على ضبط أذرعها العسكرية التي تمتد عبر أكثر من دولة ونوع التكتيك الذي ستتبعه في المستقبل القريب وبصعود الرئيس المحافظ ورجل الظل حتى الأمس القريب تتكشف رغبة المرشد خامنئي إزاء الملفات العالقة مع دول المنطقة والغرب إذ يتوقع السياسي المستقل محمود عثمان أن نشهد تصعيدا في عمليات الاستهداف التي تهاجم المصالح الأمريكية في العراق كورقة تستخدمها طهران للضغط على واشنطن لتحقيق مكاسب اقتصادية والسياسية في الملف النووي وتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ ست سنوات ترجمة نانسي قنقر